مؤشرات اقتصادية دولية تؤكد أن العراق بعيد جدا عن عصر ما بعد النفط بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 من وضع استراتيجية اقتصادية لما بعد نفاذ الذهب الأسود في وقت يتجه العالم نحو تسريع عملية الخروج من الاعتماد على النفط الذي بات تذبذب أسعار يثير المخاوف المؤشرات الاقتصادية الدولية بيّنت أن العراق يبدو بعيدا كل البعد عن التحول الكبير في الاعتماد على مصادر دخل جديدة بعيدا عن النفط رغم أن الحلول تكمن في الاعتماد على القطاع الصناعية والزراعية والسياحية لدعم موازنة البلاد إلا أن ذلك يبدو بعيد المنال فالعراق الذي يصدر النفط منذ عشرينات القرن الماضي تجاهل تطوير اقتصادها الريعية فيما ينخر الفساد والفشل السياسي حكوماتها المتعاقبة الأمر الذي يحول دون وضع سياسات ناجعة لأحياء بقية القطاعات الأخرى ولسيما أن العراق الذاق في العام 2020 مخاطر اعتماد موازنته المالي على النفط الذي تراجعت أسعاره حينها مع انتشار جائحة كورونا فتضاعفت بذلك نسب الفقر والبطالة اقتصاديون أكدوا عدم أمكانية اعتماد العراق على مصادر دخل جديدة في الصناعة والزراعة والسياحة بسبب تأثر بقية القطاعات بالتغير المناخية من جفاف وشحي مياه وعواصف رملية في بلد يعد من الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وفق الأمم المتحدة حيث قدر البنك الدولي كلفة الإصلاحات اللازمة من أجل إطلاق نمو أخضر في العراق بنحو 233 مليار دولار موزع حتى العام 2040 بما فيها إجراءات طارئة وعاجلة لتنويع مصادر الدخل وتنمية بقية القطاعات الأخرى مراقبون أكدوا أن هناك تحديات كثيرة تمنع تنويع اقتصاد بلد أنهكه الفساد والسرقات وصراعات الأحزاب والكتل الأمر الذي يجعل العراق مرهونا ببورصة أسعار النفط صعودا وانخفاضا